السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا قيسين وبخير برج العقرب استخارة قوية ليكم ونحياتكم باذن الله الفترة اللي جاية صلوا على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام كبتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير الكدر تاريخ الفيديو بتاعكم ايه؟ 2 مايو النهاردة لتنين يا برج العقرب التاريخ بس علشان مصدقية قناتكم اما كرائتكم عامة ومفتوحة وتنطبك على الجنسين باذن الله ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسر ويبشركم عن الحاجة اللي انتو عايزينها برج العقرب ركز معايا في الكراءة واللي ينطبك عليك انزلوا هلولي في الكومنتات كل سنة وانتو طيبين ويا رب يعود عليكم الايام بالخير وبالفرح والهنم الاستخارة اللي هتطلع هي اللي هتقروها الايام اللي جاية في وقت متدايقين او مخنقين وانا كل اللي طلبة منكم تنزلوا وتكتبوا تعليق جميل وتصالوا على الحبيب وتضغطوا لايك للفيديو وتهتموا في فيديوهاتكم يا برج العقرب بسم الله صورة الاحزاب صورة الاحزاب ده بيدل ان انتو مفيش اي علاقة بتكمل ودايما فيش طاقة حزن ربنا عليم باللي انتو فيه وعليم باللي في حياتكم وامتابع خطواتكم قلبكم فيه نزيف خلوا بالكم عندكم علاقة حلوة جدا هتنجح الفترة اللي جاية مع الشريك كمان انتو ماشيين في طريق جميل جدا ماشيين في طريق راضي ربنا عليكم ديون هتسدوها بس خلوا بالكم من حد بيخون في حياتكم كمان البعض منكم هنا هيكون عنده مجوزة او يعني هيتجاوز حاجات كثيرة جدا في حياته كانت في يوم من الايام سبب الازى اللي هو فيه حاليا مين ناوي عندكم على هجرة او حد هيرجع لكم من هجرة الله واعلم بس فيه اخدوا عطا الفترة دي ومفتوح بشكل كبير جدا في حياتكم انتو بدأتوا تهتموا بنفسكم تهتموا بشكلكم تهتموا بحاجات فيكم عايزين تجديد عايزين تغيروا عايزين تعملوا حاجات في حياتكم لو انتو متجاوزين دايما بين الشريك شد وجزر دايما بينكم حيرة عندكم حد من حرف الالف وحرف الوا وحرف اللام عندكم شخص بالتلات حروف دول الشخص ده هيكون مهتم بكم جدا الفترة اللي جاية وهيكون عينوا عليكم قوي فبلاش الشد وبلاش المشاكل انتو هتفعلوا حاجات جديدة والحاجات الجديدة دي هتخلي عندكم ثقة بالنفس عالية بس خدوا بالكم من حد عندكم بيأذي فيكم الحد ده عمال يتكلم عليكم وجاي بسرتكم بناميمة الحد ده مش كويس فخدوا بالكم منه علشان خاطر ما تقعوش في نفس المشكلة اللي بتقعوا فيها كل مرة وترجعوا انتو الحزانة ترجعوا ايج انتو اللي زعلانين من الناس اللي حواليكم وعايز اقول لكم ان انتو لازم الفترة دي تكتموا واتداروا وما تتكلموش في الطريق اللي انتو ماشيين فيه الطريق ده هيكون رجوع حق لكم وهيكون انتصار وازدهار بس خدوا بالكم اليومين دون انت عندك طاقة ايجابية الطاقة الايجابية دي متعلقة بشخص غايب عنك او شخص بعيد عنك انت عندك طاقة شتياء عندك طاقة حب عندك طاقة حنان لم ماضي لاما الشخص بعيد عنك الله اعلم بس انت عندك طاقة ايجابية حلوة جدا بعد خمس ايام هيبقى عندك خروج من محنة خروج من كلام سلبي مؤثر عليك في حاجات كتيرة جدا في نفس الوقت انت ناوي او بتفكر فاكتر من طريق يمكن انت عندك طريق خير او طريق ايجابي وشغال عليه تفكيرك 24 ساعة بتفكر في حاجات كتيرة جدا بالك مشغول بشخص بعيد عنك بشخص بينك وما بينه مسافة بشخص انت مشتقل وبقالك مدة الله اعلم رغم ان عندك عرقيل في الطريق اللي انت ماشي فيه بس انت ماشي ومكمل وبتقول انا هفضل ماشي ومكمل ومش هيفرق معايا اي حاجة بس هنا كمان بسم الله ما شاء الله عليك انت هتكون قادر ان انت تخرج الافعة من حياتك او من العلاقة السامة اللي في حياتك انت عندك خروج زي ما قلتلك من محنة او خروج الافعة اللي هي سودة في حياتك بومة اعدالك ومازالت موجودة البومة دي كل ما بتخرجها زي ما كانها اه وراها جيش تخرج بومة تخرج حية بترجعلك واحدة تانية اشد من اللي فاتت فانت مازالت البومة دي موجودالك وبترقبك في سود بترقبك في دير مش عايزة دايما تبين ان هي بترقبك بس هي غيرانة منك وجوه قلبها حجد اتجاهك لدرجة ان انت هنا عندك كام حلم بتحلمه بيتردد معاك الاحلام دي فيها كوابيس وفيها ازعاج ليك انت هنا بص شاي للحمل وشاي للمسئولية وماشي على كتفك وساكت ماشي كده وساكت وبتقول يا رب احميني من عيون الناس الخبيثة عندك دعاء مستجاب او عندك طلعة حلوة جدا الاضواء عندك متسلطة عليك يعني هيكون عندك ازدهار بنفسك وسيقة حلوة قوي البعض منكم هنا شاكك في حاجات كتيرة جدا انتو مشكلتكم الشك لما بتشكوا في حاجة دايما بتكون على شار روحانياتكم دايما عالية ودايما ثقاتكم بنفسكم بتطلعكم من اي شدة ومن اي وجع في حياتك اي نعم انت جواك وجع وجواك قسرة قلب ومزالك جرح بتاعك بينزق بس عندك خروج من المحنة اللي انت فيها عندك هنا شغل جديد او عندك لقاء في حد من الشغل او حاجة انت بتفكر فيها وتحصل لفترة اللي جاية الله اعلم طيب في حد عندك هنا الحد ده كبير في السن دايما بيجي عليك دايما كده حطك حاجة قدامه لإما يأذيك لإما يتكلم عليك لإما يديك طاقة سلبية بس انت عندك حماس الايام دي وشجاعة وكوة وما بتيأس ابدا مهما يقولولك او مهما يحصل انت ما عندكش يأس خالص الفترة دي بقالك فترة عندك ألم في ظهرك عندك قولون عصبي بسبب الضغوط اللي انت عمل تضغط على نفسك فيها عندك حد هنا تعبان الحد ده ممكن يكون ناوي يعمل عملية او ناوي هاجر من المكان اللي هو فيه الله اعلم رغم ان الأضواء عندك متسلطة وعندك طاقة إيجابية بس انت عندك شوية حاجات بتفكر فيهم تلقائي بتحولك من الطاقة الإيجابية لطاقة سلبية ومش عجبك الكلام ولا عجبك اللي انت بيحصل معاك ده انت هنا واقف وحيران حيران في قرار عايز تاخده بس بتقول كل حاجة لها وقتها والحيرة دي ضغوط لك انت اطلع من الحيرة واطلع من الأضواء اللي هي متسلطة عليك فيه استقاط السلبية وركز على الأمور اللي انت محتاجها كمان البعض منكم شغال على ورق شغال على حاجة معينة او عمل مكالمة ومستني اللقاء الله أعلم مستنيين حاجة معينة الفترة دي كمان انتو في عندكم أكتر من شخص أو من أكتر حد في حياتكم خلاص قررتوا انتو بتتعملوش مع الشخص ده قررتوا انتو تبعيدوا عنه قررتوا انتو يعني تتعاملوا معه بحظر لو حابين تتعاملوا عندكم قاعدة حلوة ولقاء حلو القاعدة دي هتكونوا مستمتعين جدا هتكونوا مبسطين جدا هتعملوا أكتر من حاجة انتو بتحبوها وهيبقى عندكم كام يوقم الفترة اللي جاية دي هتكونوا مميزين وهتصحوا بالطاقة الإيجابية علشان انتو قررتوا ترموا الطاقة السلبية ورا دهركم الحسد واخد جزء كبير جدا في حياتك الفترة دي انت متشكش خالص ان معمولك سحر ولا معمولك أي حاجة انت بس الأضواء عندك متل اغبطة بسبب الطاقة التفكير وانا ديني بقولها لك تاني انت الفترة دي ما عندكش أي سحر ولا عندك أي حاجة بس انت عندك وقف حال وده بسبب العين الشديدة اللي عليك ما تقلقش خالص وما تمشيش ورا الأوهام اللي ببالك الفترة دي انت هتكون فترة هتسترخ شوية هتحاول تاخد راحة هتحاول ان انت تجدد من نفسك وفي نفس الوقت انا مش عايزك تحرم نفسك من أي حاجة انت بتحبها اطلع واعمل أي حاجة تديك طاقة إيجابية انت مجرد ما بتخرج من البيت بيكون عندك كده دفعا نفسك وعندك حاجة كارزنة عالية وامور حلوة بتجددة بترجع البيت فيه شوية حزن وفيه شوية زعل الدموع على خدك وده بسبب قسرة قلبك اللي حصلت من فترة او بسبب ان انت تاكل حقك عندك تعويض من عند ربنا والتعويض ده هيكون حلو قوي ليك وهيبقى عندك كده امور انت هتجددها بنفسك وهيبقى فيه كذا حاجة خلاص هتطلع منها مهما تكون او مهما خلاص انت جبت اخرك من اشخاص في حياتك الطاقة بتاعتك بتتجدد دايما الشخص زي ما قلتلك الشخص اللي بيجي عليك ده وعمال يأذي فيك ان شاء الله بإذن الله قريب هيحس قد ايه ان انت شخص ما تتعوضش في حياة وانت بالفعل لما بتدخل في حياة حد بتكون عبارة عن فرصة لو خسرك يبقى هو ما يستهلكش انت دايما كرامتك او انت دايما كرامتكم رقم واحد في حياتكم كرامتكم محدش بيجي عليها فيه هنا شغل او فيه حاجة بخصوص المال انت بتفكر فيها هيبقى عندك طاقة ايجابية بخصوص المال علشان فيه مبلغ من المال جايلك او انت مكلم حد على مبلغ من المال او مستنى حد من بره يجيب لك حد بمبلغ من المال الله اعلم المبلغ من المال ده انت ممكن تسدي بيه ديون عليك او ممكن تعمل حاجة اي نعم انت بتفكر ان انت تطلع حاجة لله الفترة دي او تساعد حد مسكين بس انت اللي معاك على قدك ولو معاك فلوسك متبخرة طول الوقت مفيش مبلغ قاعد معاك دايما بالك مشغول بالمستقبل دايما بالك مشغول باللي هيحصل بعد كده محدش يعلم الغيب الا الله انت بس ادي نفسك طاقة ايجابية وابعد عن الرموز السلبية او من اي مشاكل عندك في حياتك في بعض الابراغ عندك موجودين ومازالك موجودين بيرقبوك او بيحكدو عليك طيب انت الفترة دي ناوي تغير حاجة في بيتك او ناوي تغير حاجة في شكل في شكلكم انتو البعض منكم عايز يغير شغله البعض منكم عايز يغير تليفون والبعض منكم عايز يجدد حاجة في ارض بيته الله اعلم انتو عندكم تجديد حلوة جدا وهيديكم طاقة ايجابية ما شاء الله عليكم نجمكم عالي ومعنى ان النجم بتاعكم عالي معنى انه هيلمع الفترة اللي جاية وهتكونوا صحاب قرارات او صحاب منصب حلو الطاقة الايجابية باسم الله ما شاء الله عليكم مرتوحة فما تضيعهاش فتاقات سلبية عندك واحدة الست دي مقربة لاما مرات اخ لاما مرات خال لاما مرات عم الست دي بتحب النميمة كتير بتحب تنم هي مورهاش حاجة غير ان هي تنم عالنا هو ده من طبعها فانتو الفترة اللي جاية مش هتحصل معها مشكلة بس انتو هتعودوا معاها وهتقولولها اللي انتو قلتين ده غلط وهيبقى فيه شد بينكم احتمال ان انتو متمش تكلموش بعض بس هتاخدوا منها جنب كده لوحدكم وهتقولولها خلاص مجرد ما انتو بتتكلمي علينا احنا نعود نهاش هنتعامل معاك تاني علشان انت انسانة بتحب النميمة على البشر الكلام ده هيتقال بينكم وهيتدخل طرف من الحد من الاشخاص وهيحاول ان هو يلطف الموضوع بقدر المستطاع بس انتو هتكونوا خلاص خدتوا قرار انتو اللي بيغلط معاكم غلطة الفترة دي بتمحو او بتمشو او بتخطفو اللي انتو فيه من الزعل من الامور اللي عندكم عندك كمان ستة كبيرة الستة الكبيرة دي حلوة شكلها جميل وشها مقبول هي كبيرة في السن بس دايما بتدعلكم بالخير ودايما عايزة راحتكم بقدر المستطاع الستة دي ما شاء الله عليها انتو حياتكم متعلقة بيها او بتحبوها قوي وخايفين في يوم من الايام تخسروها الاعمار بيد الله طبعا بس بإذن الله ربنا هيطيها الصحة وهيشفها لك لو هي بتعاني من خشونة في المعدة او من واجع في رجليها فيه كمان الفترة اللي جاية دي انتو هتكونوا متعلقين بطفل الطفل ده مش هقولكم ان هو هيتعب بس هو محسود محسود دايما معرض للحسد فدايما حصنوه او ابعدوه عن العين البشعة اللي من الجيران عندكم او من الناس اللي بتشوفوا بتشوفوا الاطفال دي اللي تخصوكم على طول ولازم تركزوا فأدك التفاصيل عندكم الفترة اللي جاية ليه علشان تخرجوا من المحل اللي انتو فيها عندكم حرف الالف حرف الام مازال موجود حرف الام بينكم علاقة بينكم ارتباط بينكم حاجة معينة بينكم وبين حرف الام حرف الايه ده هيبقى فيه شغل وهيبقى فيه اتصالات او هيبقى فيه لقاءات عندكم انتو مستنيين الفترة دي بقدر المستطاع عندكم طاقة انتظار رهيبة او عندكم طاقة معينة حطينها ببالكم وشغالين عليها بكل الطرق مشيتوا في طريق والطريق ده كان ضلمة وكررت ان انتو تبعدوا عنه وكررت ان انتو تخلصوا من الطريق ده علشان بخاطر حسين ان انتو مأزيين منه الدعاء اللي انت عمال تدعي ربنا علشانه باذن الله هيتحقق في وقت مناسب علشان تحس بأمته طيب فيه موضوع عندكم حصل من فترة وتقفل هيرجع يتفتح تاني في قعدة وهتكونوا قعدين وانتو انتو دموكم حامي ما بترضوش على الغلط او ما بتحبوش الغلط ولو حصلت حاجة الفترة دي انتو هتكونوا قده وقدود ان انتو تتكلموا وتعفروا من اللي عنده علاقة تانية او حد عندكم متعدد العلاقات حد عندكم في علاقة سامة او حد عنده اكتر من العلاقة حد انتو تزعلنين قوي ان هو شخصيته كده دايما نقول ان انتو كل ما تطلعوا من المشكلة بتدخلوا نفسكم في مشكلة تانية رغم ان انتو طيبين جدا وقلبكم ابيض وطيبة قلبكم دي هي اللي بتوقعكم في مشاكل العصبية بتاعتكم ازاي ده بتخسركم حاجات كتيرة جدا فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي حاول ان انتو تستحلوا بالصبر وبالهدوء انتو معروفين ان انتو عصبيين بطريقة رهيبة وممكن تضيعوا حقكم في قعدة او في مكان بسبب العصبية بتاعتكم فعلشان تكونوا ماشيين زي ما انتو متأكدين ان طريقكم خير لازم تبعدوا عن اي حد ممكن يحكد عليكم او من اي صحوبية فشلة فيها طاقة سلبية عندكم اتنين صحاب اتنين صحاب دول هم اصلا ما بيوزعوش غير عن ناس الطاقة السلبية وانتو حذرتوهم اكتر من مرة من الطريقة الخطأ اللي هم ماشيين فيه وانتو قررتو ان انتو خلاص ما تتعاملوش بالطريقة اللي هم بيتعاملوا بيها انتو ما بتعرفوش تردوا القذى بالقذى بس الفترة اللي جاية دي خلاص ما بقتوش طيقين اي حد وانا عايزين تتكلموا مع اي حد وعلشان كده الفترة دي هتكون من اكتر الفترات لكم هتكونوا سكتين في صمت وما بتتعاملوش مع حد بشكل لطيف هتبقوا سكتين خالص كده وهتبقوا ايه هتستحلوا الصمت شوية وهتشوفوا ردة فعل الاشخاص اللي قدامكم عبارة عن ايه او هتكون ايه الطاقة بتاعتكم هنا هيكون فيها حد كده هيدخل جديد الحد الجديد ده هيبقى يدعمك على جميع الاصعود انت عندكم العلاقة العاطفية مش هقول لكم فيها نفور هيبقى عندكم فيها رومانسية وفيها حب للناس المتجوزين او المرتبطين بس دايما نقول ابعدوا الاطفال او ابعدوا الاولاد عن المشاكل بينك وما بين الشريك او بينك وما بين الشريكة يعني دايما ابعدوا اركنوا الاطفال على جنب ما تحطوش الاطفال مركز قصدكم ان انتوا تكملوا وان انتوا ما تكملوش وكلام ده خالص عندكم كمان هنا بالنسبة للعزاب العزاب انتوا عندكم طاقة ايجابية بس عندكم الشك رهيب جدا الشك ده لما بتشكوا في الشريك ما شاء الله بتفضلوا عايشين بس تربطوا الاحداث ببعدها واتطلعوا انه الشريك فعلا على حق مشكلتكم ان انتوا روحانياتكم عالية والحاجة اللي بتحسوها بتكون فعلا حقيقة وعشان كده بتخافق جدا عندكم خيال رهيب بيعدي من قدامكم ما بتبقوش فاهمين وانتوا عايزين ايه انتوا ما يبقونش غير حد بس حد بتحبوا ترتاحوا بتحبوا تتكلموا معايا بتحسوا ان انتوا مرتاحين جدا بمجرد ما تتكلموا معايا او بمعنى صحي بيديكم طاقة ايجابية بيديكم دفع القدام وعشان كده دايما اي حاجة بتجروا تحكولوا من غير حتى ما تفكروا او ترددوا اذا كانت غلط او اذا كانت صح بتحبوا فعلا تتكلموا مع الشخص ده او مع الشخصية دي كمان انتوا الفترة اللي جاية دي هتعودوا مع حد كده الحد ده فعلا هلكون شبهكم اوي وهتكونوا مبسوطين او هيكون صديق مقرب لكم انتوا ممكن يكون عندكم تحويل في بعض الامور عندكم تحويل من صداقة الحب او العكس هيبقى فيه امور كده هتستجد عندكم وخلوا بالكم ان انتوا الفترة دي شغالين على سر او على هدف قدامكم البعض منكم هيخلص ورق شهادة ورق دراسة البعض منكم داخل على امتحانات داخل على ورق هيشتغل فيه هداخل على امور هتجدد منها انتوا عندكم كذا حاجة بس دايما نقول ابعدوا عن الوسواس اللي في حياتكم وبلاش ان انتوا تدوا نفسكم طاقة سلبية الطاقة السلبية بتخليكم مشتتين افكاركم بتخلي افكاركم كده مش مترتبة وعندكم ضغوط انتوا مش فاهمين في ايه او ايه دا بسبب طرف ثالث كان بيتدخل عاكم او كنتوا انتوا بتحكولو او هو كان بيحكي فالمهم انه هنا حالتكم يعني تغيرت 180 درجة انتوا كنتوا داخلين في العلاقة بحب ولطافة وحاجة جميلة جدا في الاخر كل الامور دي اتقلبت ضدكم اتقلبت ضدكم ليه علشان حسيتوا ان انتوا في خانة علامة استفهام او في دايرة والباب تقفل على الكل بتحاولوا تهربوا بتحاولوا تطلعوا من الواقع بتاعكم بس القلب مازال موجوع من الاشخاص اللي اكلوا حقكم ممكن كمان يكون انتوا الفترة دي رغم ان انتوا هادين وما بيتوش تتكلموا عن حاجة بس في مواضيع هتتفتح بتاعة ورث بتاعة اهل او بينكم بين اهل بينكم بين اخوات الله اعلم في كلام هيتفتح بينه وما بين العلا وهتحاولوا ان انتوا تتكلموا عن حقك او انت تتكلموا عن حقكم ومش هتلاقوا قد نافع وعشان كده ممكن تبقى فيه شغل محكم عندكم علشان تاخدوا حقكم انتوا بتقولوا ان يعني انتوا رما هتكونوا في المواجهة دي او في القاعدة دي هتقولوا انتوا ما بتخافوش حسبنا الله ونعمل وكيل فيكم بالفعل انتوا الايام دي عما ينتد حسبنوا في الناس اللي اكلت حقكم واللي ظلامكم والشخص اللي خد مالكم واختفى فجأة من حياتكم او خد مالكم وحصل بلوك بينكم او بمعنى صحي كان فيه بينكم رابط قوي او فجأة اختفى او فجأة اختفت انتوا مازالت موجوعين ليه؟ علشان بتستسلموا بسرعة للناس اللي في حياتكم بتدوا بتدوا الاشخاص اللي في حياتكم اكبر من حجمها وده اكبر غلط انتوا بتعملوه الفترة دي او بتمروا به لازم ان انتوا ما تدوش حد اكبر من حجمه وتعاملوا الشخص اللي قدامكم بنفس المعاملة علشان يحس بالتأدير ويحس قد دي انتوا كنتوا حاجة عبارة عن فرصة مستحيل تتعود بالنسبة لأي حد تاني وزي ما قلت لكم حالتكم النفسية باذن الله هتتحسن وحتبقى العكس تماما يعني لو انتوا حالتكم سيئة دلوقتي حالتكم الفترة اللي جاة هيبقى فيها تحسن وهيبقى فيها تغيرات ايجابية انتوا شغالين وبتدعموا نفسكم بنفسكم بس بلاش العزلة اللي انتوا فيها حاليا وبلاش التقاط اللي انتوا شغالين فيها في السلبيات كمان البعض منكم اغلب الوقت ما بعيدش يرد على حد اغلب الوقت شايف التليفون بيرن ومش عايز يتكلم ولا عايز حتى يرد ولا حتى يتعامل مع وجه من الاوجاه اللي في حياته ليه علشان بتقولوا ان احنا اتخذنا واتعننا فما عدناش نفعيب البعض منكم كمان بيسأل بيقولي هل ترى احنا جينا الدنيا ليه علشان نتعذب العكس تماما انتوا اللي بتتعذبوا نفسكم لما بتدخلوا في طاقة سلبية مع اشخاص خطر فدايما اقول احسنوا الاختيار في علاقاتكم احسنوا الاختيار في ارتبطتكم عندك كده ممكن يكون الشريك معاك هو اللي مسبب الرئيسي في الضغوط دي الشريك ممكن يكون بارد في المعاملة معاك بارد ان هو يعبر لك انتوا ما بتحبوش البرود اصلا ولا بتحبوا الاشخاص اللي هي الاشخاص اللي مش نطيفة فعشان كده ممكن يكون الشريك هو سبب رئيسي في الضغوط اللي انتوا فيها ومهما بتتكلموا مهما تقولوا ما فيه السمعان كلام خالص وعشان كده انتوا عندكم واجع في الجسم بيظهر غير طبيعي شوية واجع شوية اوجع صدع مستمر ودايما اقول ان الحسد الشديد متركن دايما على الفلوس بتاعتكم ما فيش فلوس بتقعد والحاجة الحلوة اللي بتحصل في حياتكم بتتقلب العكس وعلشان كده دايما بتقولولي احنا الحاجات الحلوة ما بتحصلناش وبتحصل لنا الطاقات السلبية طب ليه ما سألتوش نفسكم علشان خاطر انتوا متقلقين انتوا دايما جمال جدا في عيون اللي حواليكم والناس اللي بتاخد عنكم فكرة ان انتوا شيك ان انتوا حلوين ان انتوا مش عارفة ايه مهما بيحصل العكس هما بيحسدوكم حتى في خيالهم يعني انتوا اللقمة اللي بتنزل معددكم محسدين عليها حتى ما يعرفوش هما ان انتوا جايبين اللقمة دي منين او عاملين الموضوع ده منين او ايه اللي حصل معاكم بس هما حسدينكم ليه علشان شافوكم مرة حلوين شافوكم مرة بتلبسوا احسن لبس احسن حاجة مستوى مضيف شافوكم مرة عايشين في حياتكم العاطفية كويسة فبالتالي الحسد اشتغل على النقطة دي وخلوا بالكم العين بتكره تشوف اللي احسن منها وعشان كده الحجد والغل بييجوا من الناس اللي هي مقربين لكم هم اللي عارفينكم وانتو من الاشخاص اللي دايما بتحبوا تظهروا ان انتو رقم واحد ان انتو دايما متقلقين رغم ان انتو متوضعين جدا ومش متكبرين اللي يعرفكم من بره او من بعيد يقول عليكم ان انتو شايفين نفسكم بس اللي قرب منكم بيقول عليكم العكس تماما شخصيتكم قوية جدا ما بتحبوش النفاق ولا الكذب ودايما ماشيين بسكة ان انتو دغري او بسكة لاما انت وحش لاما انت حلو ما بعرفش اكون بوشين او ما بنعرفش بمعنى اصح تكونوا بوشين ليه علشان دايما عندكم عدالة في حياتكم سحر التفريق اللي تعمل لكم الفترة اللي فاتت وحفظ المشاكل بينكم وبين الشريك وكررتوا ان انتو تنفصلوا عنه او تتبع indulge ده بالطاقة السلبية اللي انتو بتمروا بيها او بالضغوط اللي انتو كنتم مسلمينها لافكاركم حتى لو انتو وعدتوا مع نفسوكم شوية هتحسوا ان انتو عملتوه ده غلط ليه علشان انتو كنتم مسلمين لافكاركم والوسواس الكهري بتاعكم اللي كان دايما بيديكم الطاقات اللي انتو كنتم بتمروا بيها فانتو خلوا بالكم كويس جدا من الحاجة اللي فقدتكم وبلاش طول الوقت تفضلوا تضيعوا فرص فيه كمان طاقة ندم طاقة الندم دي مازالت مفتوحة على حد على حاجة معينة في بالكم الله واعلم يا رب تكون كرائتنا النهاردة عجبتكم ونالت اعجابكم وان شاء الله بإذن الله نزل لكم كرائت جديدة واستخارات أول بأول صلوا على الحبيب زي ما قلت لكم وانزلوا يلا دعموا الفيديو بتاعكم وقلوا لي استفدتم من استخارتكم النهاردة ايه